يستعد لبنان الأحد لاستقبال أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل بناء لدعوة من منظمة فرسان مالطا صحيح أن طابع الزيارة رعاوي وأن بارولين قال بنفسه قبل أيام أن الزيارة كانت مخططة وليست مرتبطة بالوضع السياسي لكن سيكون لها بعد ديبلوماسي لكن الصحيح أيضا أنها تأتي في توقيت أكثر من حساس في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية من جهة واستمرار الشغور الرئاسي وما يحمله من مخاطر على الدور المسيحي والشراكة من جهة أخرى هذا وتتجه الأنظار نحو اللقاءات التي سيجريها بارولين وما قد تضمنه من مواقف والتي يبقى الأبرز فيها لقاؤه بكل من رئيسي مجلس النواب والوزراء كما سيلتقي بالبطريارك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي على أن يجمعه غداء موسع مع رؤساء الطوائف على مأدوبة غداء الثلاثاء المقبل في الصرح البطرياركي وفيما تقول مصادر معنية بالزيارة للأو تي في أن الكاردينال بارولين سيستقبل شخصيات ووفودا تحمل رسائل إلى البابا فرانسيس لم تؤكد هذه المصادر إمكانية زيارة بارولين لبعض البلدات الجنوبية الحدودية كما تردد مصادر كناسية تلفت إلى أهمية هذه الزيارة لناحية التأكيد على ثوابت الفاتيكان في لبنان مرجحة أن يركز الكاردينال بارولين على ثلاثة عنوين رئيسية تجنب لبنان أتون الحرب الموسعة والعمل لعودة الاستقرار على الحدود ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن في ضوء القلق على الدور والحضور المسيحيين وأعطاء الأولوية للعيش المشترك والشراكة المسيحية الإسلامية قبل أربعة أعوام تقريبا لملم الكاردينال بيترو بارولين حطام بيروت إثر انفجار المرفأ أما في زيارته اليوم فربما بات عليه أن يلملم كل لبنان المنفجر سياسيا وأمنيا واقتصاديا فهل ينجح بعدما فشلت كل الشخصيات والوفود السابقة في ذلك؟ ما على اللبنانيين ربما إلا الصلاة ترجمة نانسي قنقر